السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم يا حباب قلبي في قناة ديك البرابر النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا مختلف شوية هو عن طريقة علاج الخضة باستخدام طاست الخضة بالنسبة للناس اللي اول مرة يشوفوا طاست الخضة وبتاقلي معظمكم اول مرة يشوفها هو ده شكلها هي عبارة عن طبق غويت او بولا غويتة من النحاس وفي النص فيه تاج نازل منه مفاتيح زي ما انتو شايفين كده ومنقوش عليها ايات كرآنية انا عندي منقوش عليها ايات الكرسي وفيه بيبقى منقوش عليهم المعوزتين وكل هو الله احد لازم بتكون من النحاس لازم طاست الخضة دي بتبقى من النحاس وفيه منها احجام فيه منها الاكبر والاصغر بس الحجم دوت هو اللي منتشر اكتر حاجة والشكل دوت اللي منتشر عشان فيه اشكال تانية فيه شكل من غير التاج اللي في النص هي بتتجاب من السعودية جي والدي كان جايبها من 40 سنة من المدينة اما بالنسبة لسعرها معرفش سعرها بس فيه ناس بيقولوا اللي هي بتتبع في خانة الخليل بتستخدم طاست الخضة لعلاج الخضة الانسان اللي بتعرض لموقف او لقدر الله الحادثة والموقف دوت جايب له وقرق وقلق اما بيجي نام بتفزع بالليل بيستخدموا له طاست الخضة دي هي طريقة التقليدية بس بتجيب مفعول سبحان الله هي لها مفعول السحر ليه عشان احنا ما بنعملش بدعة هي تعتبر زي الرؤية الشرعية هي منقوش عليها كرآن واحنا بنقر عليها كرآن فمش بدعة هي تعتبر زي الرؤية الشرعية طريقة استخدام بقى طاست الخضة بنحط فيها تلات تمرات او خمسة او سبعة لازم عدد فرجي عشان بيقولوا العدد الفرجي هو اللي بيشيل الخضة وبيأثر يعني بسرعة على الخضة اللي هات البني ادم يخف منها يبقى نحط تلاتة او خمسة او سبعة بس مش هنحط اكتر من كده وهنغطيهم بالمية هنغطي التمر دوت او البلح بالمية وهنحط صبعنا ونلفه سبع مرات واحنا بنلف صبعنا بنقرأ المعوزتين وكل هو الله احد وبنقول لا اله ها إلا الله وسبحان الله سبع مره وبعد كده بناخد طاست الخضة زي ما هي كده مكشوفة مش هنغطيها هنحطها على طبق وتتحط على منشر الغسير وينزل عليها الندى لازم ينزل عليها الندى على المية دي لازم ينزل عليها الندى وبتتحط قبل قداني المغرب بدقايق يعني لازم تسمع قداني المغرب وتسمع التلاتة قداني قداني المغرب والعيشة والفجر بتتحط قبل المغرب وتتشال بعد الفجر يعني ما تشوفش ولا الغروب ولا الشروب وبعد كده أول ما بنشيلها بعد أداني الفجر الشخص اللي متصاب بالفزع أو اللي عنده الخضة بيشرب بق منها على الريق قبل ما يحط لقمة في بقه بيشرب منها بق وياكل الطمر اللي فيها وبياخد باقي المية بيدهن بها جسمه بيكرر طاست الخضة دي 3 مرات بتتعمل 3 مرات أو 3 ايام و4 على طول وبإذن الله بتتشال الخضة عشان دي تعتبر زي الرؤية الشرعية ميا ومقري عليها قرآن أما بالنسبة لطريقة تنضيف طاست الخضة بننضافها بالملح واللمون وبعد كده بنشطفها بالميا كويس وهو ده شكلها ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في قناة دي كل برابر أشوفكم في فيديوهات تانية سلام اشتركوا في القناة